التدهور المستمر في قطاع النفط أدى إلى تهديدات بمخاطر بيئية محتملة بسبب الاسمرار في إهمال حماية المنشآت النفطية وتكتفي الجهات المختصة في الحكومة بالتحذير من عواقب فقدان قطاع النفط للحماية حيث تتوقع وزارة النقل حدوث تسرب للنفط من خزان صافر العائم بالبحر الأحمر تحذر الوزارة من كارثة بيئة قادمة في حال عدم الإسراع باتخاذ إجراءات عاجلة تمنع تسرب النفط وطالب وزير النقل مراد الحالمي وزارة النفط والمعادن بسرعة تفريغ كمية النفط من خزان صافر يؤكد الحالمي أن هذا الخزان النفطي أضحى عرضة للتأكل بسبب نفادي وقود المازوت وتوقف حالة الصيانة وبنظر وزارة النقل فإن تأخر وزارة النفط عن تفريغ خزان صافر سيؤدي لكارثة بيئية تفوق قدرة اليمن على معالجة أضرارها كانت قناة بالقيس قد حصلت على وثائق تكشف عن وجود نحو مليون ومئتي ألف برميل نفط خام في خزان عائم في ميناء رأس عيسى بالحديدة وتشير تلك الوثائق إلى تجاهل وزارة النفط التحذيرات المطالبة بإفراغ تلك الكميات لتلف الخزانات واحتمال تعرضها لاستهداف ووفق تلك الوثائق فإن الملوحة والتقس الحار والرطوبة قد تودي لتسرب نفطي بشكل طبيعي وليس فقط عند تعرض الخزانات لاعتداء فقدان قطاع النفط لبيئة آمنة عرض أنابيب النفط وخزاناته لاعتداءات مستمرة كما أن مخاطر تسرب النفط تتجاوز تلوث البيئة البحرية إلى عدم قدرة اليمن والإقليم على مواجهة أضراره